اشتركوا في القناة بتكاتفنا جميعا أعضاء فريق البحرين الواحد نستطيع أن نحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز هي قصة نجاحا فريدة من نوعها عنوانها فريق البحرين سطر فيها أبناء المملكة أثمن حكايات تعزيز الانتماء والتكاتف المجتمعي وبث روح التفاني لخدمة الوطن ورفع اسمه عاليا في جميع المحافل قد يتساءل السائل عن سطور قصة واسم فريق البحرين والحكاية تكمن في إشادة ولي العهد السعودي بفريق البحرين الاقتصادي وإنجازاته في مقابلة مع وكالة بلومبرغ فدون صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء كلمات ثمينة مدت أبناء البحرين بالعزم والإصرار لتحقيق المستحيل وهي كل جندي يحمي حدودنا ومكتسباتنا الوطنية كل شرطي يصون أمننا واستقرارنا كل موظف وموظفة بمؤسسات القطاع العام والخاص جميعهم ضمن فريق البحرين وبتكاتف الجميع نعمل معا لتجاوز التحديات وإنجاز المستحيل تحقيقا لرؤى وتطلعات قائد مسيرتنا سيد الوالد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فبعد هذه الكلمات الخالدة أعلنت أكثر من 73 وزارة ومؤسسة حكومية وخاصة تفاعلها مع وسم فريق البحرين بالتقاط صور الجماعية تمثل روح الفريق الجامعة وتأتي هذه المشاهد لتؤكد بأننا جنود لهذا الوطن وجهودنا موحدة ومتكاتفة من أجل رفعة البحرين لقد أثبت المجتمع البحريني على مر السنين بأن عزمه وعزيمته يمكنه من تجاوز وتخطي التحديات وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين ليضاف ما تحقق إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادة والعطاء للمواطن البحريني فمن منا لا يتذكر كلمات سمولي العهد رئيس الوزراء التي تشيد بروح فريق البحرين الواحد الداعبة لكافة الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة العالمية من قبل الجميع وما أظهره أعضاء الفريق من روح مسؤولة في جميع مواقع العمل عبر الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة التي أسهمت بشكل كبير في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة النجاحات التي حصدتها البحرين اليوم تأتي نتيجة ثمرة التعاون المشترك بين كافة وزارات ومؤسسات المملكة وتحل الجميع بالمسؤوليات الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد الذي حقق النتائج المرجوة في مختلف القطاعات فرسم البحرينيون أروع صور التعاضد وتكافل الاجتماعي ملبين نداء الوطني بروح فريق البحرين